المركز العسكري للهندسة وتطوير المنشآت بحسين دايب العاصمة أشغال الاجتماع السنوي لطرات المدرية المركزية للمنشآت العسكرية في البداية وبعد مراسم الاستقبال وبحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى والمدير المركزي للمنشآت العسكرية ورؤساء دوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي تابع السيد الفريق أول عرضا قدمه المدير العام للمركز العسكري للهندسة وتطوير المنشآت تناول من خلاله حوصلة للنشاطات المندرجة ضمن مخطط الأعباء لسنة 2023-2024 وكذا عرض حال للمشاريع المنشآتية قيد الإنجاز على مستوى وحدات الجيش الوطني الشعبي يتابع بعدها السيد الفريق أول عرضا حول مشروع إنجاز المجمع التقني للمركز العسكري للهندسة وتطوير المنشآت ويعين مختلف مرافق هذا المكسب الهام بعدها تفقد السيد الفريق أول سعيد شنغريحا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ورشات خاصة بالعداد والتجهيزات التي تسخر بها المديرية المنشآت